اشتركوا في القناة اعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص التهني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي وأشهدت رئيسة مجلس النواب بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة دولية رفيعة ومرموقة بفضل توجيهات وجهود سمو قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وذلك عبر ما تحقق من منجزات ومكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين مؤكدة معالها أن مملكة البحرين تحتفل بهذه المناسبة في ظل النجاحات الواسعة التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات في ظل رعاية واهتمام سموها وبما أولته من دعم للمرأة البحرينية لتكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في خدمة وطنها ومجتمعها ولفتت معاليها إلى الدور القيادي والبارز للمجلس الأعلى للمرأة والذي برز بصورة جلية في مواجهة جائحة كورونا عبر المبادرات الحضارية والبرامج النوعية التي ساهمت في تحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية